اشتركوا في القناة ووقوع اضرار مادية كبيرة دون مشاهدة اطلاق اي صاروخ للدفاع الجوي وذلك في اشارة الى ان الانفجارات قد تكون ناجمة عن هجوم اسرائيلي كما هو معتاد وفي سياق الفوضى الامنية التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية فقد مدني حياته برصاص مسلحين مجهولين بالقرب من منزله الكائن في بلدة اليادودة بريف درع الغربي جنوبي سوريا استهداف رفع حصيلة القتلى من مدنيين وعسكريين في درع الى اكثر من ثلاثمائة وعشرة اشخاص منذ بداية العام الجاري خلال ما يقارب ثلاثمائة وتسعين واقع اطفلتان امني من اغتيالات وتفجيرات وهجمات مسلحة رغم استعادة قوات الحكومة السيطرة على المحافظة بموجب ما يعرف بالتسويات منذ نحو خمس سنوات اما في محافظة حماء الخاضعة ايضا لسيطرة قوات الحكومة فقد اقدم ضابط على قتل طليقته ووالديها بمهاجمتهم داخل منزلهم في قرية حوارات عمورين مستخدما سلاحا فرديا وقنبلة ادت الى اصابته اصابة بليغة فارق على اثرها الحياة